اشتركوا في القناة 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 والله الاحماض الامينية اللي احنا افتقرنا كانت عبارة عن زرة كربون وبتحتوي على اتنين مجموعة وظيفية اول مجموعة وظيفية اللي انا بسمها مجموعة كربوكسيل وديت لها خواصة حمضية فعشان كده هتسلك سلوك مين الاحماض المجموعة التانية اللي هي مجموعة الامين او بسماء الامين اللي هي NH2 وطبعا دي كان Finding مجموعة لها خواصة قاعدية ودي بتسلك سلوك مين القواعد عند طبعا بالاضافة اللي اللي هي مجموعة الالقيل وعند زرة مين اللي هو الهيدروجين يذن اللي بتسلك سلوك اللي هي الاحماض والقواعد اللي هي مين الاحماض مين الامينية كما عادك جزائيات المية الناتجة من اتحاد خمس احماض امينية مع بعضها يعني عندنا خمس احماض امينية لما يتحدهم هايطلالي كم جزئية مية هنا عشان رايح دماغينا هطرح واحد من الرقم اللي هو ميدهوني يعني خمسة هنقص منها واحد يتفضل لي كام اربعة يابع عندي الاجابة اللي هي كام يابع اربعة طب ازاي الكلام ده احنا عندنا كم حمضة اميني عندنا خمسة طب ده الحمض الاميني رقم واحد ده التاني ده التالت ده الرابع ده الخمس يابع عندنا خمسة احماض امينية زي ما هو قال لي طيب عندنا بين الحمض الأمين الأولاني والتاني هيكون ربطة وهيخرج عندي هنا جزء مين جزء مية أداء والجزء هيفقد بين التاني والثالث هيكون ربطة ويطلع عندي جزء مية بين التالت والربع هيطلع عندي جزء مية بين الرابع والخامس هيطلع عندي جزء مية تعالي نعد المية كده مع بعض هده واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى اربعة اللي احنا ايه اخترناها يبقى كده عشان اريح دماغنا هنا الرقم اللي هي عدد الأحماض الأمينية هطرح منه كام هطرح منه واحد يمكن لنوعين متشابهين من الأحماض الأمينية أن يكون أي طب دلوقتي لو افترضنا عندنا دا حمد أميني فالين مسا نفترض وعند حمد أميني تاني زيه بالظبط متشابه له يعني فالين هو كمان دلوقتي لما يرتبطوا مع بعض طبعا المراكب اللي قدامة ده هسميه هسميه سنائل ببطايد فإذا انده صح كده بالنسبة لنا طب تعال نكمل مع بعض كده هلا يكون لمركب عديد التسكر هل هنا جبت سيرة سكريات ده لما قبول ده حمد أميني وده حمد أميني تاني فإذا ده ملوش علاقة طب هل ينفع يكون عديد الليل ببطايد ايوه ينفع ازاي طب نفترض ان ده عند حمد أميني وده تاني طبعا كلهم شكل بعض وده التالت وده الرابعة ايا كان عددهم بقى اكتر من كده حتى مش شيفر معنا هيكون ربطة هنا بينهم كده بين الأحماض الأمينية المتشابهة أصبح المركب اللي قدام ده اسمه ايه مركب اللي هو عديد الببطايد فإذن الوقت فيه قدام احتمالين يا متن يكون أول مרכب عندي اللي أنا بسميه سوناء الببطايد يا متن لو هو أكتر من اتنين هيكونلي في الحالة دي تا李 هو مركب مين عديد مين عديد الببطايد معنا كده اللي هي الإجابة اللي هي ألف والإجابة اللي هي جيم الاتنين مع بعض ای صح بالنسباننا وبالتالي نختار مين اللي هي رقم دل كما عدد مجموعة الأمين اللي هي الحرة في سلسلة عديدة ببطاية مكون من اتحاد عشرين حمد أميني يعني نفترض عندنا عشرين حمد أميني يا طرى في عندي كم مجموعة اللي هي أمين حرة طب دلوقتي هنفترض اللي هم قدام highly terrorism الحمد الأميني انا دلوقتي عندي هنا في مرتبط حاجة هنا وحاجة هنا طب ايه اللي عندي هنا مجموعة اللي هي الأمين مثلا او مجموعة الكاربوكسائي الأي انكان هنفترض دي كاربوكسائي سي أو او اتش طب تعالوا نشوف اليمة التانية يكون فيها كم هيكون يبقى عندي هنا فيه كم مجموعة امين اللي هو بيسألنا عليها فيه واحدة بس دي الحرة وعندي فيه مجموعة كاربوكسيل حرة فيه واحدة بردك مهما يكون عندي هنا عدد الاحماض الامانية يقول لي عشرين يقول لي مية يقول لي الف يقول لي مليون حتى هي فيه واحدة اليمة دي مجموعة امين اليمة التانية فيه مجموعة مين اللي هي ايه كاربوكسيل وبالتالي هنا لما يقول لنا عدد كم عدد مجموعة الأمين الحرة تمام في سلسلة عديد الوبطائد مكونة من اتحاد 20 حمد مين أقول له كام؟ هقول له واحد يبال إجامع رقم ألف أي الجزائد البيولوجية الكبيرة التالية لا يدخل في تركيب بعض أجزاء النبات حاجة ما بتدخلش في تركيب أجزاء النبات يا طرى مين؟ تعال نبص مع بعض كده طب عندنا أول حاجة اللي هي رقم ألف اللي هي السليلوز طب ما احنا عارفين السليلوز اللي هو من السكرات اللي هي معقدة وده بيدخل في تركيب مين؟ اللي هو القضاري الخلو فهذا ده ما ينفعش معنا القضاري الخلو الخلائية النباتية طبعا احنا بكلم عن النبات طب نيجي الرقم به هل النشا بتدخل في تركيب أجزاء النبات؟ لا هي بتتخزن جواها احنا عارفين كلوكوس الزائد عن حاجة النبات بعد ما بيقوم بعملات البناء الضوي هيتخزن في النبات على هيئة نشا فهذا بيتخزن وإحنا بندور على حاجة هنا ما بتدخلش في التركيب خلي بالنا طبعا كان عندنا اللي هو كلوكوس كان بيتخزن في النبات على صورة اللي هيئة نشا وكان في الحيوان كان بيتخزن على صورة اللي هيئة جاليكوجين في الكبد والعضلات ما ننساش طب نيجي بعد كده رقم جيمة عندنا اللي هو الفسفولي بيدات طب ما دي بتتبع مين؟ بتتبع اللي هيئة اللي بيدات اللي هيئة معقدة ودي طبعا كان بتدخل في تركيب مين اللي هو ايه؟ الغشال بلازم التعمين بتاع الخلية وبالتالي ما يفعش اختارها طب نيجي بعد كده هو الألبيومين وطبعا ده عبارة عن بروتين بسيط وطبعا ده لو احنا فاكرين كان بيدخل في تركيب مين كان بيدخل في تركيب اللي هي أوراق وبزور اللي هي مين اللي هي النباتات فإزان ده كمان ما فحش اختاره يبقى الحاجة الوحيدة التي لا يتدخل في تركيب اللي هي أجزاء النباتة اللي هو مين اللي هو النشا ينصح الأطباء مرضى الأناميا اللي هم عندهم فقر الدم بتناول أطعمة غنية بعنصر مين يا طرى فسفور يود حديد كالسيم طبعا هيتناوله مين اللي هو الحديد طب اش مان الحديد والله عنده اللي هو عنده أناميا ده اللي هو عنده فقر الدم ده معنى كده عنده نقص فيه اللي هي مين اللي هي كوريات الدم اللي هي الحمرة اللي هي الهيموجلوبين اللي هي بتحمل اللي هي الهيموجلوبين والهيموجلوبين زي ما احنا عارفين اللي هو عبارة عن أحماض أمينية مرتبطة مع عنصر مين مع عنصر الحديد الطاقة الامنية يتذاذر عن علاج أغضل الذهاب الغضغت الطائقة بروتين مرتبط برضك الكالسة المتابعة بيدخل في تركيب مين العظام يبقى كده اللي جابه رقم جيم عندنا يمكن علاج تضخم تضخم يعني ورم يعني الغدة الدرقية والذي يسمى بالجوائطر البسيط عن طريق تناول اخذية غنية بعنصر اي طرح طبعا الكلام ده ان شاء الله علينا في سنة تالتة سنة وان شاء الله بيتفصيل طب ما احنا لسه بنقول والله قلنا الغدة الدرقية بتفرز مين بتفرز اللي هو السيروكسين هرمون السيروكسين وده عبارة عن اللي هو بروتين مرتبط عبارة احمد امينية بيرتبط مع مين مع عنصر اليود وبالتالي هنا لازم يكون بيحتوى لمن على عنصر مين عنصر اللي هو اليود تتشابه البروتينات والليبي دات في ان كل كل منهما يدخل في تركيب يطر ايه اول حاجة عندنا اللي هي الانزيمات اول حاجة اللي هي الانزيمات طب الانزيمات عبارة عن ايه بروتينات طب هل فيها لبيدات لا مفاش فإذا ده ما تنفحش معنا احنا عاوزين متشابهين هما اللي تنموا مع بعض فيه نيجي بعض كده اللي هي رقم به الهيرمونات طب الهيرمونات زي مثلا هيرمون السيروكسين كأحد الأمثال اللي احنا اخدناه اللي هو بيفرز من الغضة اللي هو الضرقية طب ما ده قلنا عبارة عن بروتين مرتبط عبارة عن اللي هو أحماض أمينية مرتبطة مع مين مع اليود معنى كده انه بيدخل في تركيبه مين اللي هو ايه البروتين فإذا ده في بروتين طب نيجي اللي بيدات طب ما احنا اخدنا قبل كده اللي هي الاستيرويدات وعرفنا أحد اللي هي الأمثال عليها اللي هي الهيرمونات الجنسية سواء بالنسبة للزاكر زي التستسترون أو بالنسبة للأنسة زي اللي هو البروجسترون أو الاستيروجين كل ده بسمها ايه اللي بيدات معنى كده هلاقي في الهيرمونات هلاقي في بعضها بيكون عبارة عن بروتينات وفي البعض التاني عبارة عن مين اللي هو عبارة عن لبيدات فإذا دي لي جابه صح نيجي بعد كده اللي هي الكروموسومات طبعا هناخدها بعد كده إن شاء الله بالتفصيل هنا ما فيهاش اللي هي بروتين ولا فيها إيه لبيدات فإذا دي ما نفعش إيه أخطرها هنا بقولي بعد كده رقم ده اللي هي ألف وبيه معا ألف وبيه معا طبعا غلط إحنا قلنا الإنزيمات لا غلط الإرمونات صح بس النما دي غلط فأصبحت العبارة إيه غلط إن شاء الله هناخد بعد كده اللي هي الكروموسومات وهنعرف إن الكروموسومات دي بتتكون من وحدات اسمها اللي هي النيكلوتي دات النيكلوتي دات النيكلوتي ده الوحدة هنعرف إنها بتكوى من ثلاث حاجات حاجة اسمها سكر الخماسي وده بتكوى من خمس دراءة كربون زي حجم الاتنين ياام Tag حاجة اسمها اللي هو الريبوز سكر ريبوز اللي احنا أخدناها بلى كده ياام Tag سكر تاني بساميه اللي هو دي اوكسي ريبوز دي اوكسي ريبوز وعندي كمان حاجة تانية اللي هي مجموعة فوسفات واللي هي قاعدة ايه نتروجينية وطبعا كل ده ملوش علاقة مين بالبروتينات ولا ايه اللي بيدات فعشان كده قلنا على ايه قلنا عليه وغلط بعد العملية الجراحية ينصح الاطباء عادة بتناول اطعامة تحتوي على ايه طب ما احنا دلوقتي عاوزين نعمل عملية التأم للجرح ده طيب فلازم يكون بتحتوي على مادة بروتينات طبعا الدوم ما تنفعش طبعا البروتينات هي الاجابة كربوعدرات لا ام لح معدنية لا يبقى كده الاجابة اللي هي ايه البروتينات احنا عارفين طبعا اللي هي البروتينات بتدخل اللي هي في تركيب اللي هي حاجة كتير جدا في جسم مين في جسم الانسان زي مثلا اللي هي الاخشاء الخلوية زي كروموسومات زي اللي هي العضلات الأربط الأوطار الغدد الهدد والأعضاء والأظافر والشعر كل ده بدخل في تركيب وحتى الدم نفسه حتى الدم واللنف كل ده تدخل في تركيبه مين اللي هو ايه البروتينات اي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح الذي يتبعه الجسم للحصول على ايه للحصول على الطاقة من المواد الغذائية التالية طب نفسه 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 سؤال كده ودلوقتي الجسم عشان يحصل على الطاقة مفروض دلوقتي بيدور على مصدر اساسي وصريح للطاقة اللي هو كان مين اللي هي كت السكرات الأوحدية زي الكولوكوس فاندور دلوقتي على مين على سكر أوحد زي مين زي الكولوكوس فعندنا هنا بدأ بمين بدأ بالفول السودان اللي هي اللي بيدات اللي هي الدهون لا ده الجسم اللي يلجأ الاستخدامه إلا في حالة عدم وجود مين اللي هي السكريات اللي هي الكاربويدرات فإذاً ده ما ينفعش معنا نياء ناخد بعد كده اللي هو اللبن طب اللبن بيحتوي على إيه اللبن بيحتوي على سكر اللي هو اللاكتوز بس ده سكر سوني لو إحنا لقينا سكر وحادي بأفضل منه طب اللي بعدها كده ده عينب ده فيه سكر وحادي فإذاً بيه بالنسبة لنا غلط يبقى كده إحنا في مين دلوقتي في الرقم جيم العينب زي ما إحنا عارفين بيحتوي على مين بيحتوي على اللي هو كولوكوز فإذاً ده سكر وحادي فالجسم هيبدأ بيه بعد كده اللي هو اللبن هيحتوي على اللي هو سكر مين اللاكتوز اللي هو سكر سوني طبعاً الجسم هنا لما يحتاجوا هيقصروا إلى حاجتين اللي هي السكرات الوحدية اللي هي كولوكوز وهي اللي هو مين اللي هو إيه اللاكتوز وهي جالاكتوز وبالتالي هنا هيبدأ يحصل على مين على اللي هي العناصر اللي هي السكرات الوحدية عشان يحصل على الطاقة طيب بعد كده عندنا اللي هو الفول السوداني طبعا دي عبارة عن دهون عبارة عن ليبيدات وطبعا الجسم هنا لا يلجأ لاستخدامها إلا في حالة عدم موجود مين مواد الكربودراطية آخر حاجة عندنا اللي هي اللحوم الحمر طبعا دي عبارة عن مواد بروتينية وطبعا الجسم هنا لا يلجأ إلى استخدام اللي هي البروتينات إلا في حالة عدم موجود الكربودراط في حالة عدم موجود كمان مين اللي هي إيه الدهون هيبدأ يلجأ إلى استخدام اللي هي مين اللحوم الحمراء وطبعا ديتها يكون اللي جابة صح عندنا الرقم ده بدأ هنا مين بالمادة البروتينية طبعا الكلام ده غلطي الترتيب الصح زي ما احنا قلنا رقم مين رقم جيم اي الكواشف التالية يمكن استخدامها عند اجراء تحليل البول تحليل مين للبول طب اول حاجة عندنا اللي هو كاشف بندكت طب ده اللي انا بكشب به عن مين عن اللي هي السكرات الوحدية تمام طيب ما احنا عارفين طبعا لو كاشف بندكت باستخدمه فيه كاشف عن اللي هو السكرات الوحدية زي ما احنا لسا ايرين والكلام ده طبعا فيه اللي هي مريد اللي انا بسميه اللي هو مريد السكر بيحتوي على كمية معينة من السكر فين في البول وبالتالي هنا عشان اعرف اللي هي السكر ده موجود ولا لا عن طريق مين اللي هو كاشف البندكت وبالتالي ده صح كده بالنسبة لنا الحاجة التانية اللي هو مين كاشف مين اللي هو البيوريت اللي انا بكشب به عن اللي هي مين اللي هي المادة البروتينية وطبعا ده برضه بيكون فيه نسبة معينة فين فيه اللي هي البول وبالتالي ده كمان صح بالنسبة لنا ده اللي جاء بس صحة عندنا تعال نشوف البقين طب رقم بيه عندنا اللي هي بندكت احنا لسا قلين صح انما اليوب بتاع مين بتاع اللي هو النشا هل البول بيحتوي على النشا طبعا لا نيجي بعد كده كاشف اللي هي سودان فور طب ده باكشف بيه عن مين باكشف بيه عن اللي هي المواد الدهنية اللي هي اللي بيدات طب هل البول بيحتوي على اللي هي اللي بيدات طبعا لأ فأصبحت العبارة غلط طبعا بيرايت صح إنما ده غلط فأصبحت العبارة غلط نيجا رقم دال كاشف سودان فور قلنا غلط اليود بتاع اللي هو النشا غلط أصبحت العبارة كلها غلط يبا كده اللي جاب زي ما اتفاء نار اللي هي رقم مين رقم ألف تعال نحل مع بعض كده اللي هي أنمات جديدة من الأسئلة موجودة معنا صفحة 74 على درس اللي هي البروتينات هنا بقول لي خلي بنا نختار إيجابتين فيه إيجابتين صحة عندنا فبقول لي هنا نرسول مع بعض كده أي مما يلي ينطبق على الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية على الترتيب يعوزين حاجة بالترتيب فأول حاجة عندنا كده بقول لي هنا اللي هي الأحماض الأمينية وحد بناء البروتين صح ولا الله طبعا صح وزال فل طيب الأحماض الدهنية بقول لي هنا يدخل فيه بناء اللي هي اللي بيد اللي بيدات يعني صح ولا الله طبعا صح فيزن دي كده أول إيجابة عندنا رقم بيه بقول لي جزائر بيولوجية كبيرة طب هل الأحماض الأمينية جزائر بيولوجية كبيرة طبعا غلط ده دي عبارة عن اللي هي مونيمرات طب ناخد الحاجة التانية الأحماض الدهنية بقول لي مونيمرات طبعا الكلام ده صح بس أصبحت العبارة بالنسبة لنا غلط رقم جيم يدخل في تركيبها مجموعة اللي هي الهيدروكسيل طب هل الأحماض الأمينية فيها مجموعة هيدروكسيل الأحماض الأمينية اللي هي عبارة عن زر الكربون متصل بها اللي هي اتنين مجموعة وظيفية مجموعة الكربوكسيل ومجموعة اللي هي الأمين تمام مزارة هيدروجين ومجموعة القيل يعني ما فياش مين ما فياش مجموعة هيدروكسيل فأصبحت العبارة غلط عندي هنا الحاجة التانية اللي هي الأحماض الدهنية بقول لي يدخل فيه تركيبها مجموعة الأمين طبعا ده هو بيكلمني على مين الأحماض الأمينية فأصبحت دي كمان غلط فأصبحت العبارة كلها غلط هنيجي الرقم دال يوجد منها 20 نوع طب ما احنا فعلا عندنا العدد الأحماض الأمينية عددها كم 20 نوع وطبعا بتختلفها مضاء حسب اللي هي اختلاف مين مجموعة مين الألقيل في اذا دي صح بقول لي هنا يوجد منها نوعين بيكلمني على مينها الأحماض الدهنية طب اين نوعين الموجودين عندنا أحماض دهنية مشابعة والحاجة التانية أحماض دهنية غير مشابعة في اذا دي كمان صح يبا كده دي هي الإجابة التانية تعال نشوف رقم هي بالمرة بقول لي الأحماض الأمينية يدخل في تركيبها النيتروجين طب الكلام ده صح طبعا بتحتوي على المجموعة الأمين اللي هي بتحتوي على النيتروجين فعلا عندي هنا الأحماض الدهنية بيقول لي يدخل في تركيبها الفوسفات هل الأحماض الدهنية فيها فوسفات طبعا غلط وبالتالي العبارة أصبحت غلط يبا كده الإجابة رقم ألف ورقم دل أي مما يلي يمثل أوجه الاختلاف بين بروتين الهيموجوبين وبروتين السيروكسين على الترتيب يعاوزين اختلاف بينهم يا جماعة خلي بالنا فبقول لي كده أول حاجة عندنا اللي هو بروتين اللي هو الهيموجوبين بقول لي بروتين بسيط هل هو بسيط طبعا غلط احنا عارفين طبعا اللي هو الهيموجوبين عبارة عن اللي هو بروتين مرتبط اللي هو عبارة عن اللي هو الأحماض الأمينية مرتبطة مع مين مرتبطة مع اللي هو الحديد عند السيروكسين بقول لي بروتين مرتبط طبعا ده صح طبعا بس أصبحت العبارة غلط طبعا صح لي علشان السيروكسين زي ما احنا عارفين عبارة عن أحماض أمينية مرتبطة مع مين مع عنصر اللي هو اليوت رقم بيه بقول لي هنا اللي هو الهيموجلوبين عبارة عن بروتين مرتبط صح ولا غلط احنا لسا يلينه والله انه صحفنا لان حديد مع امين احمد امينية وبقول لي السيروكسين بروتين اللي هو بسيط احنا قلنا بروتين هو كمان مرتبط في اذا دي كمان غلط فاصبحت العبارة غلط تعال نشوف رقم جيم الهيموجلوبين يدخل الحديد في تركيبه صح ولا غلط طبعا صح وزال فل لما احنا قلنا بروتين مرتبط يعني ارتبط الاحمد الامنية مع مين مع الحديد الحاجة الثانية اللي هو السيروكسين فبقول لي يدخل اليود في تركيبه طبعا صحy وزال فل احنا قلنا هو كمان بروتين مرتبط اللي هو عبارة الاحمد الامنية مع مين مع اليود وطبعا ده بيفرز من الغدة الدرقية فدي كده اول إجابة عندنا رقم دال يسمى بروتين ناموي اللي هو الهموجلوبين لا طبعا البروتين الناو ده اللي هو بيدخل في تركيب اللي هو كروماتين اللي هي عبارة أحماض أمنية مع أحماض نموية طبعا الكلام ده غلط التاني اللي هو مين اللي هو السيروكسين بقول لي يسمى بروتين فسفوري برضا غلط ده أنا باتكلم على مين ده أنا باتكلم على اللي هو كازين اللي هو بروتين اللابن فأصبحت دي غلط العبارة ده تعال نشوف رقمية بقول لي الهيموجلوبين يسمى بروتين خلايا الدم الحامرة طبعا صح والحاجة التانية اللي هو بروتين السيروكسيني والسما بروتين اللي هي الوضة الدراكية طبعا صح فاصبحت دي العبارة الإجابة التانية عندنا اللي هي رقمية أي من الجزائيات الهاتية يعمل كمونمر لتكوين عديد الببطايد عديد الببطايد يعني هندور على الأحماض أمينية طب نعلم نشوف رقم ألف كده أنا عندي هنا زرية كربون وعند دي عبارة عمين مجموعة الكربوكسيل وعند NH2 مجموعة الأمين وعند الـH وعند مجموعة اللي هي الألقايل فإذن ده أول حاجة عندنا كده صح بالنسبة لنا ده اسمه حمد أميني تعالي نشوف رقم بيه عند الـC زرية كربون وعند اللي هي مجموعة اللي هي كربوكسيل وعند الـNH2 مجموعة الأمين وعندنا اللي هي زرية هيدروجين واستبديلة اللي هي مجموعة اللي هي الألقايل بقيه بيه اللي هو زرية هيدروجين يعني كده اللي هو دمد اللي هو مين اللي هو الجلسين فإذاً ده كمان حمده أميني تعلينا شوف هنا كده طبعاً ده عبارة عن مين عبارة عن الجريسürول طبعاً ده ماينفهش معنا ده عبارة لو جزيك الكلوكوز ماينفهش معنا عشان هنا فيه serie تعلينا نعدي زراته كربون كده 1, 2, 3, 4 5, 6 6 زرات كربون يعني كده ده عبارة عن مين عبارة عن جزيك لو ولوكوز فإذاً ده ماينفهش معنا تعالي نشوف رقم هي كده طبعا ده عبارة مين عبارة حمد دهن ايه مشبع لانها كلها زرات احدية اهو بالثلاثة كمان مينفعش معنا يبقى كده اللي جابه رقم الف ورقم مين ورقم بيه اختر من القائمة ما يناسب الفرقات فهنا بديني رقم الشكل رقم واحد والشكل رقم اثنين فبقولي هنا اول سؤال عندي هنا بيه يقولي يمثل المركب رقم واحد يطر ايه من دولات طبعا نبقى تابير عن مين عبارة زارة كربون وهنه مرتبط بها زارة مين هيدروجين واليمه التانية كل ده كده عبارة عن اللي هو مجموعة اللي هي الالقيل تعالي نيمه التانية ده كده منacionا كده اسمها ايه الي هو السي او او ? طبحا ده هنا مجموعة الكربوق قصايل واليمه التانية هو ان اتش او يممكن مين الامين إيبقى ازن ده عبارة بديني عبارة حمد اميني بيرقم واحد فيمثل مين حمد اميني عشان بيحتوي على المجموات اللي هي الامين ومجموات مين اللي هي القربوكسيل. طيب. الرقم اتنين بقول اللي قدام ده. ده عبارة اي طرح. طب تعال نعد الزرات اللي هي كربون كده. تعال نشوفه مع بعض. طب ادي واحد. ادي اتنين ادي تلاتة. طيب عند السي كام? سي تلات. تعال نشوف الاتش كام? تعال نحسب الاتش مع بعض. هنبدأ كده مع بعض. ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. يبقى عند ستة اتش. طب تعالين شوف الاو كام بمرة? الاو. ادي واحد اتنين تلاتة. يبقى عندي هنا تلاتة. زي ما احنا شايفين ان السي قد الاتش. وفي نفس الوقت اللي هو السي نص الاتش يعني الهيدروجين ضعف مين ضعف اللي هو القربون. وضعف مين ضعف الاكسوجين. معنى كده انا بتكلم على مين? هل بتكلم على حمضة دهني? طبعا لا. بتكلم على الجريسرول طبعا غلط. حمضة مين غلط? سكر وحادي طبعا. يبقى اللي مركب رقم اتنين ده عبارة عمين? عبارة عن سكر وحادي. لان احنا عرفين السكرات الوحدية. بيتراوح فيها عدد زرات الكربون من ثلاثة الكم من ثلاثة الى ستة. في المركب المقابل. بقول لي يمثل رقم واحد اي اطار. طب تعالنا بص كده مع بعض. ده هنا مدين هنا. او او. اتش. يبقى هنا ده عبارة عن مين? عبارة عن اللي هي زرات الكربون. اللي هي عبارة عن اللي هي سي او او اتش. اللي هي مجموعة يمثل مين؟ زرة مين؟ زرة يعني يمثل رقم اثنين ايه؟ طبعا عندي هنا اثنين ما كتب لي هنا اتش و انا اتش بديت عبارة عن مين؟ عبارة عن ان اتش تو اللي هي مجموط الأمين يمثل رقم اثنين ايه؟ زرة مين؟ زرة النيتروجين زرة نيتروجين تمثل مواد البناء لمعظم التركيب في الجسم يا طرى مين الأحماض النووية ولا الأمينية ولا السكرات الأحدية ولا الأحماض الدنيا وجريس رول ولا السكرات العديدة طبعا مين نختار مين الأحماض مين الأحماض اللي هي الأمينية يبقى عندي أول حاجة كده اللي هي الأحماض الأمينية طب ليه والله الأحماض الأمينية زي ما احنا عارفين واحدة بناء مين واحدة بناء اللي هي البروتين والبروتين بيدخل في حاجة كتير جدا في جسم الإنسان زي اللي هي الأخشار الخلوية زي كرموسومات زي اللي هي العضلات الاربطة الأوطار الغدد العضلات الأظافر والشعر والدم واللم فكل ده موجود فيه السؤال اللي بعد كده تمثل الوحدات الأساسية لمواد الطاقة المؤجلة في الجسم خلي بالنا من كلمة اللي هي المؤجلة دي طالما المؤجلة هدور على ليه المواد الدهنية المواد مين الدهنية يبع عندي هنا المواد الدهنية طبعا بتتمثل فيه الأحماض الدهنية وجريسرول يبقى له الأحماض الدهنية والجريسرول طبعا الجسم لا يلجأ إلى استخدامهم إلا في حالة عدم موجود مين عدم موجود ليه المواد إيه القربوهدراتية من الجدول التالي إذا كانوا مركبين سين وصاد سين وصاد من نفس نوع المركبات البيولوجية الكبيرة يعني حاجة من الأربع حاجات اللي احنا خدناهم احنا خدنا طبعا أربع حاجات أول حاجة اللي هي القربوهدرات وبعد كده اللي بيدات ثم اللي هي البروتينات وبعد كده إن شاء الله هنتكلم عن اللي هي الرحماض اللي هي النووية تمام؟ طيب فبقول اللي هنا هما الاثنين من نفس إيه من نفس النوع فبقول اللي هنا مركب يأطرها سين بيمثل إيه وصاد بيمثل إيه طب طبعا نبص كده على سين سين والله عنده إيه عنده أكسوجين وعنده فسفور وعنده مين وعنده اللي هو النتروجين طيب طالما فيه نتروجين أنا كده بتكلم على مين بتكلم على بروتين بتكلم على مين على اللي هو إيه بروتين وعنده صاد عنده اللي هو أكسوجين وعنده مين نتروجين تبكري هم له م dniو ما عنده فسفور طب تعالى نأخذ اول حاجة rituals السين سstring السين parlament got Üandenga اختار القانون السيروكسين السيروكسين كان يرتبط مع الى ميش كان يوجد يود دا معي يود هذا هو بالفصفولي ما يفعل الأخطار هذا هو الكازين الكازين كان عبارة عن بروتين مرتبط يعني عبارة عن أحماض أمينية مرتبط مع من شخص بفصفور وهو فعلا عنده فوسفور يبازا ده عند اللي هو رقم سين ده عبارة مين عبارة الكازين ده اول حاجة اللي هو بروتين اللبن تعال نشوف صاد كده صاد والله هو كمان عبارة بروتين بس عنده اكسوجين وعنده ايه نتروجين ما عندهش فوسفور فكده هل نختار مين يا طرح هل نختار اللي هو الكازين طبعا الكازين اخترناه خلاص طب الهيمواجلوبين ينفع معنا لا ما ينفعش عشان ما عندهش حديد تمام هل ينفع الالبيومين طبعا ده اللي جاب الصح عندنا يبعا عندي صادة هي مسلمين اللي هو ايه الالبيومين احنا عارفين طبعا ده عبارة عن اللي هو بروتين اللي هو بسيط البروتين ده عبارة احماض امينية فقط وده بيدخل طبعا في تركيب اللي هي اولاء وبزور النباتات وكمان اللي هي بلازمة دم فيه اللي هو ايه الانسان يا ربكم فهمنا ما تنسناش من صالح دعواتكم كان معاكم مستر طارة وإلى اللقاء ان شاء الله في وديوها القادمة والسلام عليكم ورحمة وبركاته